انا عايز اقول حاجة على الاستاذ محمود الخطيب بمناسبة ان مستشان منصور قال يعني ما عملش حاجة لمصر بعد 30 يونيو على مستوى الكورة طبعا ما حدش يختلف ان الاستاذ محمود الخطيب حرف جدا في الكورة انا شاعد علاقة الاستاذية بالكورة ياسمها اما كابتن او استاذ بغض النصر استاذ محمود الخطيب في تاريخه استفيه بتاعه مع منتخب مصر وده يعني نرجع برضو للتاريخ مفيش ولا بطولة حصل عليها منتخب مصر مع استاذ محمود الخطيب لا حصل على طريق اللي هي 6 التواليم ما كانش بيلعب اساسي في المنتخب وتعالى نرجع التشكيلات اللي هي الاساسية لا او كان بيلعب بس هنقول ان طهر بوزيد كان هو النجم كان طهر بوزيد كان مصطفى عبدو كان جمال عبد الحميد كان شوق غريب كان محمد عمر طرق يحيا كان ثابت البطل كان هما دول العناصر اللي بتلعب بشكل اساسي وكان طبعا النجم وعلى رأس النزي كلها في بطولة 86 كان الكابتن طهر أبوزيد وخد هداف المنتخب في البطولة دي وقبلها في 84 كان هداف البطولة اللي كانت اقومت في أبيتجان مش تقليل من مهارة استاذ محمود الخطيب ولكن احنا بنرصد على ارض الواقع ان في ناس مهاريين انه لا بنحقق انجازات مع المنتخب مصر ولكن على المستوى يعني تعالى انه هو مثلا تاريخ انه لا يقارب مثلا بتاريخ وقل جمع لا يعني بعيد عن حسن لا مش حسام حسن محمد بركات محمد بطريكا واقل جمعة شادي محمد عناصر كتير جدا احمد فتحي مشير حنفي لا بس مشير ما لعبش مع المنتخب انا بتكلم على لعبة النادي الاهلي طبعا الصام الحضري لعبة النادي الاهلي اللي اضافت للمنتخب وقادت بطولات تاخد بالك لعبنا تصفيات كس العالم حسن حسن طبعا لعبة النادي الاهلي